موسيقى مرحبا الديابيتس أي مرض السكري بتكون نسبة السكر بالدم عالية عند الشخص المصاب بالسكري هو عادة أخطر على الشباب تحت عمر الأربعين اللي بيحتاجوا إلى ضوى خاص اللي هو أنسولين للسيطرة عليه ولكن السكري أكتر شيوعا عند الأشخاص فوق الأربعين سنة واللي بيكتروا من أكل الدهون علامات السكري المبكرة هنا العطس المتواصل تبويل المتكرر وبكترة تعب الجوع المستمر وفقدان الوزن علامات السكري المتقدمة والأكتر خطورة هنا الحكي تنميل بالإيدان والإجران عدم وضوح بالرؤية كروح بالأدمين ما بتشفى تكرار الالتهابات المهبلية والغيبوبة بالحالات الأوية ولكن هالعلامات ممكن تكون نتيجة أمراض أخرى واللي التأكد منها على الإنسان أن يفحص السكر بالبول لازم على المصاب السكري الامتناع عن أكل السكر الحلوة والأطعمة المحلات والمهم أنه يكتر من الأطعمة الغنية بالنخالة مثل الخبز الأصمر الحبوب الكاملة وياكل نشويات الموجودة بالفاصولية الرز والبطاطا والأطعمة الغنية بالبروتين الوقاية من الالتهابات والإصابات بالجلد هن المحافظة على بشرة نظيفة تنظيف الأسنان بعد الأكل تتبقى سليمي وارتداء حزاء دايما لمنع جروح الأدم صح تكر مهمة بس الأهم ما تحافظوا عليها تروني بكرة مع تب جديد تشاو